اليوم حلقة كثيرة لأنه يسألون يقولون شنو يصير بالأسواق أسواق زينة وبيتكوين صاعد أعلى سعر واصلة من ستة شهر على الأقل بوقت تسجيل هاي الحلقة فخلي نسوله نشوف شنو القصة وليس صاعد السوق وشي يقولون المحللين مستقبل الكريبتو القريب بعد الفاصل ايبا سعدهم عرض الآن يمكنك بأنه تسجل وتودع بالبداية خمسين دولار فقط قبل كان أقل شي تودع عن مئتين وخمسين دولار الفرق هو الآن بالخمسين دولار ما يكون عندك يعني أكاونت مانجر ومدير حسابات يساعدك وينطكر شهادات بس بقيت الخدمات موجودة بالمنصة تقدر استفاد منها كلها وإيفاس تقدر بها تداول الأسهم والاشياءات العالمية الكريبتو وغيرها من العملات والرابط بالدسكريبشن في اشتراك كل معلومات الإضافية بالوقت اللي هواية كانوا يتكلمون عن هبوط الكريبتو والبيتكوين حينزل ويوصل عشر تالاف وغيرها البيتكوين كالعادة عاكسهم وصعد اتصور تكلمنا لهنا له بقناتي الأخرى كريبتو بابل عن محلل قال إذا مرجع لـ 23 ألف دولار البيتكوين ممكن ينزل أكثر بس الآن صعد ووصل تقريبا 25 ألف دولار قبل ما ينزل شوية ويستقر فوق الـ 24 ونص رغم أنه تقليل الـ CPI قبل يوميا الـ Consumer Price Index ما كان كلش مبشر خلي نقول بس ما كان سيء أيضا ما يزال التضخم ينزل يمكن شوية صعد عن شهر ديسمبر بس سنة عن سنة بعده هو نازل صحيح قليل بس المستثمرين بوسترات بالبداية يعني ما أعرفوا شون يترجموها لهاي شون يتعاملون ليلة تقرير بس بالأخير قالوا والله إحنا ليش لا يجي التضخم ينزل هذا المهم حاليا منصات الكريبتو أو الشركات اللي إلها علاقة بالكريبتو مثل ماناثون مثل كوين بيس صعدت أسهمها بقوة تقريبا 17-18% الـ Nasdaq مؤشر شركات تكنولوجيا أيضا صعد ومثما تعرفون الـ Nasdaq مؤشر مهم لسوق الكريبتو لأنه علاقتهم يكون بينهم قوي من نصة عن الـ Nasdaq عادة أن الكريبتو يصعدوا بس أهم شيء اللي حرك السوق اليوم هو جماعة الشورت اللي مراهنين أنه الـ BitCoin ينزل وينتظروا الموعد بس الـ BitCoin يرفض أنه ينزل رغم الإشارات يعني مو قوية جدا للسوق بس الـ BitCoin مدى ينزل فبدأوا يرجعون يشترون حتى يقللون خسائرهم وتصور بالـ 100 مليون دولار إذا مو أكتر تبخلت من فلوس دولار يراهنون على هبوط الـ BitCoin ولما يشترون قبل ما يصعد أكتر السوق أيضا يصعد لأنه أكو طلب برأيي يعني هذا أهم شيء يصعد السوق اليوم أو البارحة عندنا محللين يقولون الـ BitCoin يوصل للقعر السنة الماضية الشهر السادسة والسابع وعندنا محللين تيكنيكل يعني ما أحب المحللين تيكنيكل يعني يعتمدون على قراءات أنا ما أعتمدها بصراحة بس قراءات التيكنيكل مو فقط شي جديد ويتبعوها بمجالات بالأسهم أيضا فخلينا مرة نأخذ بها شوية لأنه أرقامهم عجبتني يقولون قبل نهاية السنة BitCoin يوصل قريب الـ 55.000 دولار 56.000 دولار بعد أنه ما عليهم يقولون وهذا إذا صار يعني كل يصعدوا يا ومو بعيد أبدا نوصل لهذا الرقم لأن الحافنج بداية الـ 2024 فهو يتوقعون أنه يصعد الحافنج هو الحافنج هو لما المعدنين يبدون يحصلون نص اللي كانوا يحصلوه قبل هذا نصير كل أربعة سنين وكل ما يصير السوق يصعد خلينا نقول يعني معظم المرات يصعد يعني شنو يعني البتكوين يصير نادر بعض أكثر يعني شنو يعني العرض يقل لما العرض يقل السوق يصعد وترى ماكو غير 21 مليون بيتكوين إذا يعني إذا ما تعرفون أرفوا خلي أذكركم ماكو بيتكوينات تطلع وتخلق يعني ها هي ماكو غيرها إذن أكو عامل هواية وهي مو الوحيدة بس هاي العامل كلها إيجابية تدفع البتكوين لسعود أولا تضخم بدأ ينزل حتى لو قليل بس صال لسبعة شهر بدأ ينزل جماعة الفيدرالي أيضا يعني ممكن يزيدون مرة أو مرتين بعض بس يعني قابل لش قد يزيدون وراح يوقفون يجي وقت يوقفون غير خيار ماعدهم ومستثمرين اللي يشترون هسا يفكرونه بذاك الوقت لما يتوقف تتوقف الزيادات بالفائدة مريد يشترون قبلها بسبوع لنازم تفكر بعيد عدنا أيضا جماعة الشورت بدأوا يعانون ويعني يقلون جماعة الشورت لدي يخسرون فلوس هواية وأيضا عدنا الحافنغ اقتراب ويكون السن القادم شهر الثالث فإذا وصل البيتكوين 69 ألف دولار يوم من الأيام النصفة يعني تقريبا 35 ألف دولار النصفة مو على رقم والآن نحن نجد 24 35 نصف على رقم فأنا شخصيا ما فكر لا بالـ 25 ولا 30 ولا 50 ألف أنا انتظر لـ 100 ألف وأكثر ومع تصور بعيدة بس انتم عليكم بيا